صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المشردين عن الأوطان ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم السلام على الخد التريب السلام على الشيب الخضيب السلام على الثغر المقروع السلام على النحر المنحور السلام على الرأس المرفوع السلام على الصدر 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 ايها الشيخ لا يحق لك الوقوف على باب داري انا مرأة وحيدة وانت رجل اجنبي قال امت الله اسقيني قليلا من الماء جاءت له بالماء شرب مسلم ذبه لم يتحرك من مكانه قامت تخاطب بلسان الحال والنعاء يصورها الابيات المحفورة بقلوبنا يلا اذا عدكم حوائج وعدكم مرضى وامور متعسرة على حساب ابو طاهر هذا اليوم قالت شربت الماء لا توقف عبع لمثلك وقفت ببيوت لجنة شنك جليل وشو فتاك يا شهم تنهى لهلك دروح القمار غرب والنجم لا روح بعجل اهلك قبول لا يظلم واقف تفكر والدميع بخدودك ما عندك بها البلد عزو ولا قالها غريب ولا أهل عندي ولاد ويلي قالت لك في وين قالها في المدينة والله عنها ارتحلنا والدار جاير مسلم أنا وعمي علي اللي اذكروا مفرود وامسيت بلا ادكم ماليا لكن ما الحكم والمرجع والأمر لله وعلى ظالميا لبيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين قال الله تعالى في محكمي كتابه وَجَلِيلِ خِطَابِ الْعَزِيزُ الْمُنْزَالِ عَلَى عَبْدِهِ النَّبِيِّ الْمُرْسَالِ حَبِيبُ إِلَيْهِ الْعَالَمِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تتحدث الآية المباركة في مجملها عن بيعة الرضوان ولهذه البيعة ثلاث مسميات فتسمى ببيعة الرضوان نسبة إلى قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين وتسمى ببيعة الشجرة نسبة إلى قول تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة وتسمى بصلح الحديبية نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه هذه البيعة في الحديث المجمل عن هذه البيعة يروى في مضمون الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة وقيل السنة السادسة رأى رؤيا وبأثر هذه الرؤية النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يؤدي العمر فلما وصل النبي إلى مكان يقال له الحديبية منعوا كفار قريش من الدخول داخل مكة فالتفت النبي إلى أحدهم قال لا ادخل داخل مكة وقل لكفار قريش بأني لم أأتي لقتالهم بل جئت لزيارة بيت الله الحرام فالتفت ذاك الرجل إلى النبي قال يا رسول الله أني أخاف على نفسي من كفار قريش وليس عندي أحد يحمين منهم فأدله على رجل آخر التفت إليه النبي قال له ادخل داخل مكة وقل لكفار قريش بأني لم أأتي لقتالهم بل جئت لزيارة بيت الله الحرام فقصد ذاك الرجل إلى داخل مكة استقبل واحد من كفار قريش سأل ما خطبك قال أنا رسول من رسول الله محمد فورا جاء به إلى زعماء كفار قريش قالوا لشنو الرسالة اللي عندك قال له من النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه لم يأتي لقتالكم بل جاء لزيارة بيت الله الحرام فحبسوا عندهم المسلمين من شافوت أخار اجوا إلى النبي قالوا ليا رسول الله ما الذي نصنا فقال لهم تبايعوني تحت هذه الشجرة فبايعوا النبي وأخذ منهم النبي العهود والمواثيق بأن لا يخون هذه البيعة أبدا مهما يحصل ما يخون هذه البيعة وصل الخبر إلى زعماء كفار قريش بأن المسلمين قد بايعوا رسول الله وأخذ منهم النبي العهود والمواثيق بأن لا يخون هذه البيعة فورا ترك ذلك الرجل ووقع الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في الحديث المجمل عن هذه البيعة أما في تفصيل الآية المباركة تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين هنا الرضا والثناء بحسن ما صنعوا مع النبي صلى الله عليه وآله إذ يبايعونك تحت الشجرة هذا كما سلف الذكر عن بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان أو صلح الحديبية فعلم ما في قلوبهم أي من خوفهم على رسول الله فأنزل السكينة عليهم أي أنزل الطمأنين على قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا شوفوا هنا المفسرين اختلفوا على المقصود بالفتح القريب فالبعض يقول بأن المقصود هنا بالفتح القريب هو فتح خيبر ليش؟ لأن قالوا لك بأن فتح خيبر وقع بعد فتح مكة والبعض يقول بأن المقصود هنا بالفتح القريب هو نفسه فتح مكة وشينه الاستدلال؟ قالوا لك لما تأخر ذاك الرجل عند كفار قريش لما حبسوا عندهم الرجل اللي امتنع من الذهاب في بداية الأمر أقبل إلى النبي قال يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على الباطل قال للنبي نعم قال يا رسول الله أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال للنبي نعم قال إذن ننازلهم يا رسول الله قال للنبي لا وأنا أعلم منك بهذا الأمر ما راح نقاتل هذا ما تحمل لأن النبي ما أخذ برأيه وما سمع كلامه فخرج غضبان من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت الآية المباركة جاء بالنبي وتلاها عليه قال يا رسول الله أهو الفتح؟ قال نعم إنه هو الفتح وقبل هذه البيعة وقبل انتشار الإسلام وقعت بيعتان بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية في الحديث المجمل عن هاتين البيعتين يروى في مضمون الرواية بأن كانوا يسكنون في المدينة بعض من قبائل اليهود من بني قريضة ومن بني النظير ومن بني قينقاع كانوا يسكنون في المدينة وكان دائما يدب خلاف بينهم وبين الأوس والخزرج في المدينة فالتفت بعض من اليهود وقالوا للأوس والخزرج سوف يبعث نبي وسوف نبايع هذا النبي ونقاتل معه وأول ما نقاتل نقاتلكم أنتم أن يقصدون الأوس والخزرج تقول الرواية في مضمونها النبي صلى الله عليه وآله كان من عادة خصوصا في موسم الحج يدعو الناس للدخول للإسلام ويخبر الناس بأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين فالناس تلتم حول رسول الله وتسمع حديثه تقول الرواية في مضمونها كان بعض من الأوس والخزرج موجودين في مكة المكرمة بلغنا الله وإياكم الوصول والحصول فسمعوا النبي ودعوا النبي قالوا لعل هذا هو الرجل المقصود لعل هذا الرجل اللي قصدون اليهود في المدينة فخلونا نبايعه قبل ما يبايعون اليهود في المدينة فإجوا إلى النبي وكان النبي تقول الرواية عند جمرة العقبة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله من انتهى موسم الحج التفت أحدهم إلى النبي قال يا رسول الله الآن احنا بايعناك لكن عدنا أهل في المدينة ما بايعوك يا رسول الله فإنت تعال ويانا إلى المدينة حتى أهلنا اللي في المدينة يبايعونك قال لكم ما أردتم ويروحوا وياهم النبي إلى المدينة بلغنا الله وإياكم الوصول والحصول دخل إلى المدينة دعا الناس للدخول للإسلام تقول الرواية في مضمونها فلم يبقى دار إلا ودخله الإسلام ببركة دعوى أبي القاسم محمد بعد ذلك النبي عاد إلى المدينة صلى الله عليه وآله هذا في بيعة العقبة الأولى أما في بيعة العقبة الثانية لما عاد النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة إلى مكة أرسل إلى المدينة رجل يقال له مصعب بن عمير أرسله إلى المدينة ليأمهم بالصلاة يعلمهم تعاليم الدين قيم الدين مبادئ الدين الإسلامي فدخلوا الكثير في الإسلام على يد مصعب لكن هؤلاء اللي دخلوا على يد مصعب ما بايعوا النبي فأرادوا مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله انتظروا حتى جاء موسم الحج وخرجوا من المدينة واتجهوا إلى مكة بلغنا الله وإياكم الوصول والحصول كان النبي عند جمرة العقبة فأقبلوا إليه قالوا لي يا رسول الله احنا دخلنا في الإسلام على يد مصعب بن عمير ونريد مبايعتك فقال لهم النبي لن أبايعكم حتى تحضروا لي اثنى عشر نقيبا منكم تقول الرواية في مضمونها فأحضروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فقال لهم النبي أنتم كفلا على قومكم ككفالة الحواريين على عيسى بن مريم وأنا كفيل على قوم فقالوا لك ذلك يا رسول الله فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله بعد هاتين البيعتين وقعت بيعة الرضوان اللي سلف الحديث عنها أو بيعة الشجرة أو صلح الحديثية ثم بعد ذلك وقعت بيعة النساء ووقت هذه البيعة تقول الرواية في الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك وآخر عهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وقعت بيعة الولاية بيعة غدير خم اللي كان وقتها في يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة المبارك وأذكر لك مضمون هذه البيعة يروى اللي أنزل الجليل جلا وعلا في حقها بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يروى في مضمون الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله لما انتهى من حجه وكان عائد إلى المدينة وهو في الطريق هبط عليه الأمين جبرايل وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تقول للرواية التفت النبي إلى جبرايل قال يا جبرايل إن الناس حديث عهد بالإسلام فأخاف أن يضطرب الناس وأن يتفرق فيما بينهم صعد الأمين جبرايل حتى وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان يقال له غدير خم فهبط عليه الأمين جبرايل وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تقول للرواية فأمر المصطفى صلى الله عليه وآله بأن ترخى ناقته وأن ينصب له منبر فدعى الناس إليه وأقبلوا لما من الناس تقول الرواية كان عددهم مئة وعشرين ألف اللي البعض يقول لك حادثة الغدير هي بئر معطلة والناس جاءت وصلحت هذا البير وصارت الحادثة للعجب أن اللي جايين يصلحون بير مئة وعشرين ألف هذا العجب أجار أن الله وإياكم لكن هذا مو سياق الحديث فأقبلوا مئة وعشرين ألف وكان يوم شديد الحرارة تقول الرواية وبعض من الروايات تقول سبب شدة الحرارة في ذلك اليوم حتى ما ينسى ذلك اليوم اللي البعض من الناس اللي اجتمعوا كانوا يضعون رداء تحت أقدامهم وفوق رؤوسهم ليبردون على أنفسهم من شدة حرارة ذلك اليوم فقام النبي صلى الله عليه وآله فيهم خاطبا قال في مضمون كلامه بعدما حمد الله وأثنى عليه قال أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقالوا بلى يا رسول الله تقول الرواية فأخذ بكف أمير المؤمنين رفعها حتى بان بياض أبطيهما فقال والملأ أمام من كنت مولاه فهذا علي اللهم والي وعادي من عادا وانصر من نصر واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار فأخذ الناس يبايعون الأمير بالولاية حتى أن أحدهم أقبل وقال بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة أسمي ذاك اليوم بيوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ هذا عهد مع الله وميثاق مع رسول الله وبيع مع أمير المؤمنين لكن المسألة هنا هل حافظوا على هذه البيعة هم بايعوا أمير المؤمنين لكن بعد ذلك ما الذي صنعوا أخذوا يطلبون البيعة منه شلون أخرج يا علي وإلا أحرقنا الدار أيها ما خلصوا ما خلصوا من الخيانة وتعال شوف خيانتهم وهي الإمام الحسن حتى يجى دور الإمام الحسين وجاءت الرسائل من أهل الكوفة من الزعماء في الكوفة من زعماء العشائر من زعماء القبائل أنقبل إلينا فإن لك جند مجند جاءتها الرسائل للإمام الحسين وكل ما لها تزداد الرسائل أكثر قال بعد ما أكو بد إلا أن يرسل لهم رسول ليأخذ البيعة منه ومنها الرسول اللي أرسله هو باب الحوائج اللي خصص له هذا اليوم كل بعض يفكر مقتل مسلم بن عقيل هذا اليوم لا مسلم بن عقيل قتل في يوم التروية في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إنما خصص له هذا اليوم من أيام عاشراء لأنه بطل من أبطال واقعة كربلا مثل ما خصص يوم للعباس ويوم للأكبر ويوم للقاسم فخصص هذا اليوم بإسم باب الحوائج أبو طاهر مسلم بن عقيل روح له الفداء التفت إليه الإمام قال اذهب إلى الكوفة واخذ منهم البيع وكتب مكتوب لأهل الكوفة شوف يبين مزايا مسلم ومنزلة مسلم ومكانة مسلم إني أرسلت إليكم أخي بس الأخوة أعطاه يا الحسين لا قال وثقتي وثقة الإمام الحسين يعني ثقة من ثقة الله والمفضل عندي من أهل بيت مسلم بن عقيل وراح أبو طاهر روح له الفداء وأخذ البيعة من أهل الكوفة للإمام الحسين أقول بعض يشتبه عنده أمر يقول أهل الكوفة خانوا البيعة مع مسلم هذا أمر غير صحيح لأن البيعة في الأصل المن هي للحسين إنما مسلم سفير أو رسول الإمام الحسين وهو أخذ البيعة للإمام الحسين مو لنفسه فخيانة البيعة من أهل الكوفة خيانة البيعة مع الحسين مو مع مسلم بن عقيل وصل الخبر إلى فلان كتب إلى والي في البصرة أن ندرك الكوفة من الحسين ومسلم وكان والي البصرة عبيد الله بن زياد فطلع عبيد الله بن زياد من البصرة وقاصد إلى الكوفة لكن قاعد يفكر شنو اللي يسوي شلون يدخل الكوفة وأهل الكوفة كلهم بايعوا الحسين عن طريق مسلم فما شاب حيله إلا أنه يتلبس بلباس العلويين وأرسل إلى جلاوزة في الكوفة بأن يثوروا ويشيعوا الفتنة بأن الحسين قد أقبل أشاعه هذا الأمر الناس هبت لاستقبال الإمام الحسين وهو متلبس بلباس العلويين ودخل ومر بين الناس حتى وصل إلى قصر الإمارة استولى على قصر الإمارة كتب الكتب لزعماء القبائل والعشائر من يكن مع الحسين أو مسلم إما أن يقتل أو يسجن الناس خافت تقول الرواية كان أبو طاهر يصلي بهم جماعة روح له الفداء فرغ من صلاته يلتفت لم يرى شخص يدله على الطريق على الطريق كل ما راح من طريق قال يمكن منا الطريق ويروح شنو من غربة شنو من موقف صعب على مسلم الواحد من يروح إلى مكان غريب عليه دولة أو مدينة أخرى من تقل إلى شوفه من يتوف في الطريق يوقف ويأشر للناس ويدلون على الطريق لكن مسلم يلتفت ما يشوف واحد يدل على الطريق شوف غربة مسلم مو بس بها الحالة نزل به العطش قام يبحث عن مكان يشرب منه ما شعب قام يطرق الأبواب مسلم ابن عقيل يريد الماء يروح له الفجان يفتحون الباب لمسلم يقول لهم أنا عطشان اسقوني قليلا من الماء يعرفون إن مسلم ابن عقيل تدري شيسوون وياه يسكرون الباب بوجه مسلم ابن حقيل شوف الألم وقام يسير إلى أن انتصف عليه الليل انتقدر الوقت اللي جاء المسلم الكوفة كل ما يروح من طريق يقول يمكن منا يدخل بسكة يقول يمكن منا من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل ومسلم يجول الكوفة روحلة أو الفداء إلى أن ساقت به الأقدار عند دار تلك المؤمن من وصل عد بابها واقف مسلم ابن عقيل خرجت إليه قالت أيها الشيخ لا يحق لك الوقوف على باب داري أنا مرأة وحيدة وانت رجل أجنبي من توقف عد بابي الناس شو تقول عني قال لها أمت الله أنا عطشان اسقيني قليلا من الماء جاءت له بالماء شريب مسلم ما تحرك من مكانه قالت لها أيها الشيخ أولم تشرب الماء لم لا تعد إلى أهلك إذ به اختنق بعبرته يقل ها يقل أو عين مستديرة والله مستديرة مستديرة أنا لا أهل عن دولة عشيرة عشيرة مثل حيرة ما جرت حيرة أنا مسلم الفاقد نصير أنت مسلم تفضل على الرح بوسع أجارة مسلم كان عدها ابن عام شاف تكثر الدخول والخروج من تلك الدار قال عجيب أمر شم أنت مو معتاد الدخلين الهدار وأراك هذا اليوم تكثرين الدخول والخروج قالت بني أخبرك بخبر وكتم قال قال لها شنو من خبر يمه قالت لأ لقد أجرت مسلم ابن عقيل قال خيرا صنعتي كان يترقب حتى يصبح الصباح ويتوجه إلى قصر الإمارة ويخبر عن مسلم ابن عقيل لكن ما حال تلك المؤمنة قامت بخدمة مسلم ابن عقيل أحضرت له الماء توضع مسلم صلى ورده غفت عينه للنوم قليلا جلس مفزوحا من نومته دنت عنده مولاي ما الذي عزعت قال لعال قد رأيت رؤيا أهالتني مولاي ما الذي رأيت قال لعال قد رأيت والدي عقيل وعمي أمير المؤمنين وهم يقولون العجل العجل يا مسلم فقالت له وما تأويل ذلك قال لا إن صدقت رؤياي فأنا مقتول لا محال ألم مناد و أيها فجعت أصبح الصباح توجه ابنها وأخبر القوم أقبلوا إلى دار تلك المؤمنة أخذ مسلم لامت حرب خرج إليهم قاتل قتال الأبطال يدفع الكتيبة تلو الأخرى وتلك المؤمنة تشجع مسلم وتذكر بصولات عمه يقل هيا طوعة الشج وبعم حد ارتذك والله لريد جمع المادام صمصام أجركم الله فما زال يدفع الكتيبة الو الأخرى إلى أن طلبوا الزيادة في الجيش فقال اللعين ويحكم لقد أرسلتكم إلى رجل واحد فقالوا لم ترسلنا إلى بقال من بقاقي للكوفة وإنما أرسلتنا إلى سيف من سيف علي ابن أبي طالب فأقبلوا الزيادة في الجيش فما زال يدفعهم ما استطاعوا على مسلم قالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة أقسمت الله أقتل إلا وإن رأيت الموت شيئا نكره أخاف أن أخدع أو أغره الكوفة زلزلت من صال مسلم ورجفت بصياحة حاموا حمل وحد الحيد وجر من الدم سفا فما زال يقاتلهم والبعض يحفر الحفيرة حتى استدرجوا مسلم أجركم الله فبينما هو يقاتل يا الله إذ بمسلم وقع في الحفيرة أحاط عليه هذا يضربه بسيف هذا يطعنه برمح ألا من مناد ومسلمة أيوش حال تلك المؤمنوية مسلم يلا يلا بها الأبيات إذا عدكم حوائج ومرضى هطاع على السطح وتصيح وإش هالك سيف لتك حضار تشوف يا شيخ العشير بنعمك المبرور طايح في قاد مثل الطير مكسور الجنة صاحت يا مسلم يا عضو همها خجلتي شبيدي وأنا حرمة وضعيفة وما قدرح لا يتركونك كان فت قلبي كان اسلمت من كيدهم سلم يلا وياها قال هيا طاع اليوم أوصي كان بها البلد قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون ايمانوا اللي يجينا يا مسلم اجيكم يا طاعم خدرات حدر عليكم جني ارى بها السكاك بيتا عم هتدو حسر على الهزل ارى سحسن الم من مناد ومصيبة اخذوه اسيرا للطاغية دخل ولم يسلم قيل لم لا تسلم على الامير فقال هذا ليس لي بامير اذا من اميرك يا مسلم يلا يلا وانتبعد من اميرك يلا اعطيه الامر وياه اميره سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطم والده فقال سلمت ام لم تسلم فانت مقتول لا محالة رأى مسلم شتم مسلم وشتم الحسين اسمع لي ألمك وشتم امير المؤمنين اخذ مسلم يحاججه بأخلاقه فقال اعلم يا مسلم لأقتلك قتله لم تجري في الاسلام مثلها قال انت اولا بذلك فقال من يريح مسلم فقال احدهم اناله فقال له اصعد به الى سطح الامارة واحتز رأسه يا الله وارمي بجسده ألم من مناد ومسلم ايوه فجعته ايوه مصيبته صعده بمسلم والدمع يجري 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 واجه بوجه للحجاز يخ يحسين أنا مذبوح رده لا تجه خانته للكوف عقوب ما با وللفاجر ابن زياد كلهم عاجركم الله صعدوا به فقال امهلني لأصلي صلى ركعتين توجهنا حية الحجاز سلما على الحسين اذ بذاك اللعين يا الله شاهرا سيفه فاتحا باغه ضرب مسلم على رأسه يا الله واحتز رأسه ورمه بجسده وربطوه بالخيول وسحبوه في الأسواق ألم مناد ومسلمة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نجار شفنا ليستجير يكون ينجار وعلى جتل حليف الشراف صدق مسلم يا خلق بالحبيب وعلى جتل التنوم سعلو جميع تعرف المصيبة وين المصيبة عند أبو علي من وصل لخبر مسلم قال وينها حميدة الله يحفظ أولادكم الله يحفظ أحبابكم الله يخليكم الأولادكم قال وينها حميدة جاء له بحميدة أخذها وضمها إلى صدره مسح على رأسها تقول لسيدي أراك تصنع بيك ما يصنع باليتامة وأنا أبويا بسفار وين أبويا مسلم بويا وين ما يجينا بويا وين ما يجينا غيبت طالت علينا بويا وين وين قال تسأليني عن مسلم قالت ليه نعم وين أبويا إذ بالحسين اختنق في عبرته رمى عمامته لطمع لرأسه صرخ وامسلم قام يخاطبها بلسان الحال يقل أجان الخبر عن حال مسلم يا حزي يقول من سطح الإمارة ذا وراسل مشك الراح للطاغ رسول حسين ونعم الرسول بسم الله الرحمن الرحيم بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه بسم الله الرحمن الرحيم أمان أمان إلهي بحق أبو طاهر مسلم ابن عقيل باب الحوائج عجل لوليك الفرج والعافية إلهي بحقه شاف وعاف جميع المرضى خصوصا المنظورين من أوصونا لهم بالدعاء اللهم شاف بشفائك وداوهم بدوائك سب عليهم العافية صبا المؤسسون تقبل أعمالهم الحاضرون أحفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح علماء آل بيت محمد وأرواح موات المؤسسين والحاضرين من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات